بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي في قناة انجليزي ابتدائي مع عم السناء السماء النهاردة ان شاء الله هنشتغل من كتاب جيم كتاب الأطوار على صفحة 168 عليها ايه؟ عليها ريفيو مراجعة على ايه؟ كل الوحدات اللي احنا أخذناها الأولى التانية التالتة جنرال اكتيفتيز يعني أنشطة عامة على الثلاث وحدات أول حاجة هنا هنبدأ اكتيفتي والنشاط واحد بيقول ايه؟ استمع واكمل ايه؟ هيسأل سؤال بي؟ هيرد على السؤال ايه؟ بيسأل بيقول ايه؟ هاو دو يو فيل فيل انت سمعتيني قلت كلمة ايه؟ فيل ايه؟ بقى تكتب هنا ايه؟ فيل ايه دي فيل يعني يشعر هنكبرها شوي عشان نشوف هاو دو يو فيل؟ كيف تشعر؟ ايه يفيل هابي هابي مين يعرف يكتب هابي؟ ايه دي هابي انا اشعر اني سعيد اكتيفتي تو ومشاط اتنين اقرأ وواصل عندنا هنا ثلاث صور وعندنا ثلاث كلمات نشوف كل كلمة هنوصلها بايه؟ لي يناسبها من الصور هنغري هنغري يعني ايه؟ جوعان يا ترى مين فيهم جوعان؟ طبعا ده ليه؟ لان هو بيفكر في الطعام يبه هو كده ايه؟ هنغري هنجيب القلم علشان نوصل كلمة هنغري بالصورة بتاعة الطفلات اللي الجاعة نوبر دو بلاي سبورتز بلاي سبورتز يعني يلعب رياضات مين؟ اه دي دول الاطفال بيلعبوا برياضات معهم ايه؟ لعبوا كور جميلة نوبر ثري تايك فوتوز تايك فوتوز يعني يلتقط صور اه دي هؤل بيلتقط صور معه كمان ايه؟ كاميرا نشوف اكتيفتي ثري بتقول ايه؟ اكتيفتي ثري نشاط ثلاثة بيقول read and circle يعني اقرأ وضع دائرة the odd one out يعني على الكلمة المختلفة نوبر ون كاف كحة كولد برد ثورستي عطشان هدك صداع مين المختلف؟ المختلف هو ثورستي كلها حاجات نحس بيها عندما نكون تعبنين كاف هنحس به الكحة يبدأ عنده كحة يعنده مريض كولد عنده برد يعنده مريض هدك عنده صداع يعني ده مريض لكن ثورستي هو عطشان مش مريض نوبر دو draw يرسم ميازك موسيقى sing يغني play يلعب يترى ايه المختلف؟ المختلف هو ايه؟ ميازك ليه؟ لانه ده ناون اسم لكن دول افعال تلاتة دول افعال نشوف نوبر ثري عندنا ايه؟ ساد حزين angry غاضب tired متعب sports رياضات رياضات المختلف هو ايه؟ sports لانه ده ناون لكن دول صفات انا اصف حدا انه هو حزين اصف انه هو angry غاضب او tired متعب لكن دي ايه؟ رياضات نشوف صفحة مية تسعة وستين هنا بيقول لك go to pages اه اه ارقام الصفحات دي انت لو حبيت تراجع على التلات وحدات بيقول لك ارجع للصفحات دي علشان تراجع فيها طيب هنا اكتف دي فور بيقوله complete and survey يعني اكمل وضع دائرة اكمل ايه؟ اكمل الكلمة اللي هنا الحروف النقصة فيها وتضع دائرة على الصورة بتاعتها يعني دي كلمة ايه؟ كلمة ليف ليف يعني ورقة شجر فينها؟ اهيي بنضع ورقة شجر هنا ونرجع نكتب الحروف النقصة هنا هادي ليف يعني ورقة شجر هنكتب هنا كمان عرف الاي ليف ورقة شجر طيب بعد كده عندنا ايه هنا؟ عندنا ايه؟ في حروف اي ار تي لي ايه؟ سكارت سكارت جيبة يبقى هنكتب هنا اس وبعد كده كي اهو دي معناها ايه؟ سكارت جيبة يبقى هنجيب القلم ونضع دائرة على رسمي الجيبة نمبر ثري الحرفين دول دي يو بعدهم فيه كمان حرفين تانين دك دك فين دك؟ هادي دك يعني بطة يبقى هنكتب هنا الحرفين النقصين اللي هما ايه؟ حرف سي وكمان حرف ايه كمان؟ كي هادي دك بطة طيب هنا عندنا ايه ده؟ اكتيبتي فايف نشاط خمسة بيقول ايه؟ read and match اقرأ ووصل عندنا ايه وبي how do? ايه؟ how do? هاديك؟ ولا photos ولا you feel؟ طبعا you feel how do you feel؟ كيف تشعر؟ يبقى هنجيب القلم علشان نوصل كده اهو how do you feel؟ كيف تشعر؟ ممكن نكتب هنا one نكتب هنا one علشان يبقى احنا كتبنا كمان رقم ايه؟ العبارة اهي one طيب اتنين هنقول فيها ايه؟ I have انا عندي عندي ايه؟ هاديك صداع يبقى هنكتب هنا number two ممكن كمان نجيب القلم ونقول I have a headache تبقى كده he is taking a taking photos يعني هو يلتقط صور يبقى هنكتب هنا number three هذه three number six هنا دول activity six بيقول ايه look and complete انظر واكمل هادي الولد هنا يعيني عنده ايه ده ماسك ايه؟ الف بقه ده ده ترمومتر لقياس الحرارة يبقى هو كده عنده ايه؟ همه همه يعني ايه؟ feather feather يبقى هنعمل الحروف النقصة اللي هنا حرف I وهنا كمان حرف R هنكبر كده عشان تشوف الحروف ده عنده feather يعني همه اما دول بيعملوا ايه؟ بيلعبوا رياضات يلعب يعني play ناقص حرف P طيب يلعب ايه؟ رياضات رياضات يعني sports يبقى عايزين هنا حرف R طيب هنا بيعمل ايه؟ collect magnets يعني يجمع الماغناطيس ها دي او collect وعايزين كلمة magnets تبدأ بم تبقى collect magnets يجمع الماغناطيس نشوف صفحة مية وسبعين فيها باقي المراجعة بتاعتنا على التلات وحدات الاولى والتانية والتالت activity three شطلات look and write انظر واكتب الولد ده ماله شايفين متغاصل ازاي؟ هو كده غاضب غاضب يعني ايه؟ angry يبقى هنكتب كده angry غاضب ايه angry غاضب طيب البنت دي عندها ايه؟ عندها برد برد يعني ايه؟ cold ايه دي cold يعني برد اما الولد ده بيعمل ايه؟ يغني يغني يعني ايه؟ sing اهي كتبنا ده بيغني يبقى sing نشوف activity eight look on the read اقرأ hand complete واكمل ركز معايا دول تلات صور اوكي؟ وفي كل صورة هنعبر فيها بجملة هنا هنكتبها هنختار كلمتين اتنين في كل واحد يبقى كل جملة محتاجة كلمتين من دول يعني ده طبعا احنا شايفينه هو كده ماله هو كده ساد حزين طيب هيقول انا اشعر باني حزين يقولها ازاي؟ هيقول ايه؟ وبعد كده ايه؟ فيل فيل يعني اشعر يبقى دي فيل طيب اشعر باني حزين حزين يعني ايه؟ ساد اه دي ساد وخلصنا ضعف الاسطب طيب هنا الولد ده هو رحان ومع ايه؟ مغناطيس يبقى he is بيعمل ايه؟ collecting magnets يبقى هنكتب كده collecting تادي collecting يعني ايه؟ يجمع بيجمع ايه؟ مغناطيس اللي هو المغناطيس نكتب مغناطيس المغناطيس كده هو بيجمع ايه؟ المغناطيس طيب نحط بس ايه؟ خط على الحاجات اللي احنا اخدنا فيل وساد في الجملة الاولى خدنا collecting magnets في الجملة التانية فاضلين الجملة كلمتين دول هنقولهم ازاي هنا هنشوف هنقول he is بيعمل ايه؟ يلعب كرة يلعب الكرة يعني ايه؟ he is ها؟ هادي اهي موجودة playing sports يعني يلعب رياضات وبعد كده هنجب القلم علشان نكتب playing sports هنكتب هنا playing sports يعني يلعب رياضة كده احنا خدنا للتلات صور الست كلمات اللي هنا كل جملة لها كلمتين اتنين طيب هنشوف صفحة مية كام واحد وسبعين عندنا اكتيبتي ناين نشاط تسعة بيقول ايه؟ read and complete اقرأ واكمل عندنا هنا happy الصورة دي فيها اربع كلمات happy سعيد living يعني هيكمل بعدها كلمة تاني عشان تبقى ايه؟ living room حجرة المعيشة singing يغني magnet الماغناطيس طيب يلا هنشوف هنكملها ازاي؟ honey and Hannah هادي هاني وآدي هانا are in the a room هما كده في حجرة ايه؟ living room يبقى هنكتب هنا living room هادي living room وهنضع كمان علامة على living عشان يبقى خلاص خدناه أنا is a song a song a song يعني اغنية يبهي كده بيتغني اغنية يغني يعني a singing أنا is singing a song ونكتب هنا ايه؟ singing هادي هادي singing ونضع كده ing وخلاص في ال i stop عشان طيب يبقى هانا is singing ايه؟ a song honey is بيعمل ايه هاني كده؟ collecting يجمع ايه؟ ماغنة يبقى هادي ماغنة اللي هي ايه؟ الماغناطيس يبقى احنا كمان خدنا كلمة هذه ماغنيتس اللي هي ماغناطيس فضل كلمة واحدة اللي هي ايه happy يلا نقرأ الجملة علشان هنشوفها تجيز ازاي their dad is listening to music يعني والدهم يستمع للموسيقى كل واحد بقى بيعمل حاجة اللي بيحبها يبقى they are a happy يعني سعداء امة happy يعني سعداء يبقى هنكتب هنا happy ايه happy اكتب دي 10 نشاط عشرة بيقول ايه look انظر read اقرأ and answer واجب على ايه هنا في صورة والصورة عليها سؤال ومحتاجين اجابة ادي السؤال بيقول ايه how do you feel يعني كيف تشعر انت هترد وتقول ايه هتقول ايه feel وتقول بقى ايه اللي انت بتشعر بيك طيب الولد ده واضح ان هو بيشعر بايه تعبان تعبان يعني ايه tired ايه بقى دي tired يعني تعبان ونضع خلاص فلسطب how do you feel how do you feel كيف تشعر هنا واضح ان الولد ده سعيد اهو يبقى هيقول i feel هادي اي بعد كده feel يعني اشعر انا اشعر اني سعيد سعيد يعني ايه happy ونضع خلاص فلسطب يبقى كل واحد سأل سؤال حد سأله سؤال وهو جاوب بقى i kaza i kaza i kaza اوكي طيب هنا كده احنا هنكمل التدريبات بتاعتنا على صفحة 172 activity 11 circle and write ضع دائرة واكتب ضع دائرة على ايه على الحرفين اللي هتبدأ بيهم الكلمة اللي هتعبر عن الصورة كلمة اللي هتعبر عن الصورة دي ايه king 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 اللي هو ايه مالك يلا نكتب king كده هادي king يعني مالك طيب فيها الحرف n g ولا s p طبعا n g هيبقى هنجي بالقلم ونضع دائرة على n g طب نشوف الصورة التانية دي ايه دي sky sky يعني ايه السماء هيبقى هتبدأ بالs k وهنكتب هنا sky يلا هنكتب الكل هادي sky اللي هي ايه السماء sky سماء طيب نشوف دول كده مع بعض كده اسمهم ايه فريق فهي يعني ايه team طيب هنحط دايرة على الحرفين بتوع ايه كلمة team هيطرة فيها اي اي ولا اي اي طبعا اي 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 يلا هنكتب الكلمة علشان نشوف ادي يعني فريق اهي فيها ايه تي اي اي ايه عشان كده احنا نحطينا دايرة على الاي اي اي ودي اخرها ام نشوف اكتب دي توالد اتناشر بيقول كام بيقول ايه يعني ضع علامات الترقيم للجمال دي. يوسف لديه حمى. اول حاجة واحنا مغمضين زي كل مرة اول حرف لازم يبقى كبت. اول الكلام سواء سؤال او جملة عادية لازم يبقى كبت. يوسف خلاص دي جملة خلصنا نضع ايه اخرها. طيب نشوف هنا. نبدأ اول حاجة اي دي تبقى كبت. ده كمان جملة عادية. يعني هنضع في اخرها ايه? نشاط 13 بيقوله يعني انسخ الاتي بخطك الجميل تكتب نفس الجملة دي هنا في السطور دي. هده احنا وصلنا لصفحة كام 172. ان شاء الله الحلقة القادمة هناخد ايه? حسة كلنا بنحبها اللي بناخد فيها ايه? نجوم. انت بنفسك هتدي لنفسك نجوم. نستعد معنا ان شاء الله للحلقة القادمة. تابعونا على قناة جديدة دائما عمسانة السمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.